كييف وحلب لكن الفارق بين أوكرانيا وسوريا هو لجوء الأسد إلى أحضان موسكو في وقت يتخلى الغرب عن دعم حليف مفترض لم يجد إلا التصريحات عندما أسأل حلفاءنا هل أنتم معنا يقولون نعم لكنهم للأسف غيروا مستعدين لذلك فما هي ضماناتنا الأمنية؟ يجب أن ينتهي هذا الغزو الروسي تأكدنا للأسف أنه لن يدافع عنا إلا جيشنا أوكرانيا اليوم تجد نفسها وحيدة وهي التي تخلت عن أسلحتها النووية البالغة 1900 رأس حربي نووي بعد عهود أمريكية وبريطانية بتوفير الحماية لها ثم ما لبثت موسكو أن خرقتها وغزت واستولت على القرن وخادت حربا في دونباس أسفرت عن قتل 13 ألف شخص وتهجير مليونين آخرين واليوم تذهب موسكو أبعد من ذلك لتغزو أوكرانيا نفسها برا وبحرا وجوا في أكبر هجوم تشنه دولة على دولة أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية مأساة تقول صحيفة الجارديان أنها ستكون درسا مهما للغرب الذي غضت طرف عما يجري من جرائم حرب في ظل الدكتوتورية التي ترعاها روسيا لتتحول سوريا إلى دولة روسية في كل شيء ما عدا الإسم تتركز فيها أيضا إيران على حافة أوروبا وإذا ما سقطت أوكرانيا أيضا فسوف يتحول ميزان القوى نحو هاتين الدولتين التي ترعيان الاستبداد والخوف الذي يمكن أن يسيطر على العالم هذا الذي نسي حلاب ومن بعدها إدلب ويكرر المأساة في دومباس وكييف حيث للعقوبات تجدي أو تزعج بوتين الذي لا يفهم إلا منطق القوى والقوى فقط فهل حان الوقت للغرب أن يظهرها وفق لتساؤل الصحيفة البريطانية؟ ترجمة نانسي قنقر